هو ما يخوفكش على قد ما تحترم المنافس يعني مهم جدا أن أنت تحترم المنافس لكن ما تخافش منه ده أنا بشوف أنها شعرة بين أن أنت تحترم وأن أنت تخاف هتخاف هتبقى حريص في طريقة اللعب هتخاف أن يجي فيك هدف لكن طول ما أنت هتفرض أسلوب لعبك أو هتنزل تهاجم أنت دارس أكيد مستر مستميني دارس في نقطة القوة والضعف فريق مريخ كويس ولعبتهم قبل كده من قريب لكن طول ما أنت هتنزل تفرض أسلوب لعبك هو طول المنافس حتى لو كانت أماله كبيرة هو بيستنى يشوف النادي الأهلي هيلعبه إزاي هيهجمه لكن ما تجرأش الفريق المنافس عليك لما هيشوفك بتلعب بطريقة 4-3-3 أو بتأمن في نص الملعب هنا هتقدر تجرأه عليك وطول ما أنت سفر سفر والماتش بيعدي أنا بشوف أن الهدوء اللعب عنده هدوء أكتر وده اللي يميز به النادي الأهلي الهدوء الكبير اللعب عنده اللعبة لكن مش هايبه فيه حتة التصرع حتة التصرع طول ما الوقت بيعديوا 0-0 هيبقى فيه حتة التصرع من اللعيبة ولكن مع لعيبة النادي الأهلي أو خلاص بقى عندهم الخبرات وقدرات أنه هو ممكن يجيب هدف حتى في الديئة 90 لكن أهم حاجة أنت ما يخشش فيك فديلها تفري مع نادي الأهلي إن شاء الله قبل مسألك على التشكيل اللي تتمنى تشوفه في ماتش التشكيل والطيئة تتمنى تشوفه في ماتش المريخ إلاك اللي يمين إن شاء الله بإذن الله نتمنى وإن شاء الله يكونوا جاهزين سواء كريم فؤاد أو محمد هاني بس لو مش متواجدين أو مش جاهزين بشكل كامل لماتش المريخ مين الأنسب لشغل المركز ده من وجهة نظرك كابت نحم إحنا شوفنا المباراة اللي فاتت لعب طهر لعب طهر لكن أنا كنت أتمنى أن حسين حسين الشحات حسين الشحات لأن زي ما قلت حضرك واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده إن كان أنسب حتى بعد إصابة أكرم توفيقي لما كان محمد هاني لسه مرجعش كنت شايف إن حسين هو بيقدر يقدي في الطريقة دي زي ما كان بيقدي فيها في المقصة حسين من نوعية اللعبة بتيجي من تحت كويس بتيجي من تحت كويس ما حد شايفه المنطقة دي لكن أتمنى أن حسين يبقى موجود وطبعا لنا أكتر أن عودة هاني طبعا تشكيل الأمثل بقى حسين أو هاني أو كريم لأن الحقيقة كان يبدأ يدخل برضو فورمة وأنا براهن على كريم من أن الحقيقة يعني هيكون ورقة مهمة جدا مع الأهلي في الموسم ده والموسم اللي جاي طبعا أنا بشوف ممكن يلعب الشناوي الشناوي يلعب عبد المنعم ويلعب أيمن أشرف ممكن لو مش آيمن هتلاقي ياسر براهين يعني أنا بشوف عبد المنعم وأيمن دويته بالنسبة لك عبد المنعم وياسر أفضل ولا عبد المنعم وأيمن أفضل ولا أيمن وياسر أفضل أنا دويته في التلاتة دولة أنا بفكر برضه عشان علي يعني بفكر عشان علي معلولة تمنى أنه أيمن عشان تلعب تترايح علي أو تخلي علي يعني واخد حرية أكثر لأنه مفتاح لعبه مهم يبقى أيمن مش عايزة شهيله هم دفاع تمام ده مفتاح لعبه مهم بس لازم حتة دي يبقى مقفولة كويس تمام هيلعب مثلا عبد المنعم وآيمن وهاني ولو مش هاني موجود يلعب حسين تمام وهيلعب علي معلول البر bus ويلعب حمدي قدام لسردبكين تمام وهيلعب السلية تمام وآآآ soll وآآ أفشا تمام وعبدالقادر وعبدالقادرشمال حيث برسيتاو الجة غير مهم شريف راسي وشريف اتصريح فظ Perz差يح أتمنى أنه fasten ي mainly哦 4 x 2 x 3 800 لأن الصليicias برده بيعمل المهام الهجومية ويعملك الاساسة ويمكن يسجل هدف وفي نفس الوقت عنده من القدرات البدنية أنه يرجع يضم في نص الملعب ويقفلك نص الملعب بشكل عام فبطولة نسخة دولي الأبطال السندي شايف فرص الأهلي ازاي في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي والحداشر في تاريخه وبين المنافسين الأشرس مين الفرق في البطولة التي تعملها حساب أكيد من الفرق اللي يجب أن تعملها حساب الوداد فريق جيد لكن زي ما قلت لحضراتك ما فيش فريق أحسن من نادي الأهلي يعني ما فيش طول ما نادي الأهلي في حالته مش شايف أن فريق يقدر يخوفني مثلا على البطولة أن نادي الأهلي ما يحققاش أن أنت زي ما قلت لحضراتك على أي فريق في أفريقيا الأهلي لما بيلعب هجوم ضغط بيلعب ضغط عالي بيقدر يكسب أي مجرعة كده وفرض اسلوب لعب وده أكيد بيفرق معه بشكل كبير كل التوفيق لرجالتنا يوم الجمعة كلامنا مستمر مع حضراتكم ومع نجمينا كابتن أحمد عدل في السادسة بس بعد فاصل ونرجع نقابل حضراتكم ترجمة نانسي قنقر